اشتركوا في القناة حياك الله يا دكتور شكرا دكتور سنبدأ من اهتمامك الذي بدأت به منذ أكثر من 15 عاما وهو الحديث عن اول اهتمام بالإسلام السياسي أصبح في أواخر العقدين الماضيين أو في العقدين الماضيين أشبه ما يكون بصعود للإسلام السياسي نتج عنه أيضا صعود للعنف ممثلا للإسلام أين تجد العنف حاضرا في الفكر الإسلامي ولماذا صعد الإسلام السياسي في تقديرك في الحقيقة العنف هو جزء من هذا الإسلام السياسي لماذا؟ لأنه يملك مشروعا تغييريا انقلابيا ثوريا يريد إقامة الدولة الإسلامية التي تطبق الشريعة وعندما ظهر وتطور بعد الستينات ما كانت هناك وجهات نظر مختلفة ونقاشات واسعة كيف يمكن الوصول إلى إقامة الدولة الإسلامية فظهرت الأطروحة العنيفة على أنها هي الخيار الوحيد للقيام بهذا الإنقلاب الجذري من أجل قيامة الدولة الإسلامية لماذا لم يظهر النقاش الجو العربي الأجوال العربية لم تكن ملائمة أجوال الحرب الباردة هذا الانقسام بين الأنظمة العربية على حاشية الانقسام العالمي من جهة ولأن الإسلاميين أنفسهم كانوا أكثر من في السجون أو ملاحقين أو يعني لم تكن هناك بيئات صالحة للنقاش كيف يمكن تحقيق برنامج مثل هذا البرنامج الثوري الناجم عن أطروحة ثورية أن الإسلام ليس حاضرا من وجهة نظرهم في الدولة وأحيانا يقولون أو كانوا يقولون ليس حاضرا لا في الدولة ولا في المجتمع وعلى هذا الأساس يريدون إعادة حضوره والشبان المتحمسين من بينهم والذين انفردوا تقريبا في الستينات والسبعينات بأطروحات بأطروحات الدولة الإسلامية هذه وجدوا أن العنف هو أسهل طريق العنف الإنقلابي لتحقيق فكرتهم لتحقيق فكرتهم في الدولة في إقامة الدولة الإسلامية التي تطبق الشريعة وهذه فكرة جديدة تماما طبعا مثل الأفكار التي كانت سائدة وقتها حتمية الحل الاشتراكي ظهرت حتمية الحل الإسلامي في موازات حتمية الحل الاشتراكي كانت زمن عقائديات وزمن حرب باردة جميل لكن أنت قلت قبل قليل أن العنف جزء جزء من الإسلام السياسي هل يمكن أن نعتبر العنف فقط جزء من الإسلام السياسي أم أنه جزء من تركيبة الإسلام بعامة لا ليس جزء من تركيبة الإسلام بعامة بمعنى هذا الإسلام التاريخي الكلاسيكي بالعكس حتى القرآن يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم بسيقول في مقام آخر وقت المشركين حيث تثقفتموه هذا كان خاصا بالصراع على مكة وانتهى بنهاية الصراع على مكة هل وظف هؤلاء الشبان المتحمسين النصوص التي تتحدث عن القتال لاستخدامها من أجل قيام الدولة توظيفا خاصا بهذا المشروع فقط نعم حتى هؤلاء الإسلاميين الذين نقول عنهم أنهم عنفين المتشددين يقولون أنه عندما تقوم الدولة ينتهي هذا البرنامج العنيف فالبرنامج العنيف مرهون بانتصار الإيمان انتصار دولة الإيمان التي يريدون إقامتها حتى هم لا يقولون يقولون طبعا أن الجهاد جزء أساسي في الإسلام ولكنهم ما يزالون يقولون أنه فرض كفاية في أكثر الحالات وفرض عين في حالات خاصة عندما تحتل أرض المسلمين وتستبح بيضة عندما تحتل أرض المسلمين أو جزء من أرض المسلمين فيما عدا ذلك حتى هؤلاء الأصليين العنيفين لا يقولون أن هناك جزء من طبيعة الإسلام جزء عنيف لأن القرآن يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدلهم بالتي هي أحسن لا يستطيعون أن ينكروا هذه الآيات والنصوص الأصلية كل ما في الأمر أنهم حتى في الإسلام الكلاسيكي هناك نزعتان مختلفتهم أقصد إسلام المذاهب الفقهية الذي ظل سائدا حتى مشارف القرن العشرين اللي هي المذاهب الأربعة ممثلة بالإسلام السنة تقريبا نعم هل كان هذا الإسلام الذي تصطلح على تسميته بالإسلام الكلاسيكي يحمل في طياته بدرات لهذا العنف الذي ظهر من خلال الإسلام السياسي ليس صحيحا ما كان يحمل هذا على الإطلاق هناك قطيع هائلة على كل المستويات بين الإسلام التاريخي الإسلام الكلاسيكي الإسلام التقليدي هذا والإسلام المعاصر ليس بينهم تقريبا علاقة إلا من النحية الرمزية أنه تستخدم وقائع وتستخدم نصوص في الواقع لا علاقة لها بالسياقات التي ظهرت فيها الآن كيف نشأ أجل هذا الإسلام الجديد الذي ليس له جذور كما تقول مرتبطة بالإسلام التاريخي كيف نشأ إسلام كأنه نبتة غريبة يعني نعم أنا رأيي أنه نبتة غريبة وسبب العصر الاستعماري والحقبة التي تلت هذا العصر الاستعماري العصر الاستعماري بعد حقوق دولة الخلافة يعني دولة الخلافة كانت قد انحطت أصلا منذ القرن الثامن عشر في القرن التاسع عشر غزتنا أوروبا على كل المستويات ثم جاءت بعد الحرب العالمية الثانية الولايات المتحدة أقصد الأمم الأخرى التي عانت من الاستعمار ما عانيناه قامت بها فيها في كثير من الأحيان دول وطنية تحديثية استطاعت الجمعة بين الأمرين بين التقليد والحداثة نجحت يعني في برنامجها التالي والسياسي نحن نحن تجربتنا السياسية التي تلت المرحلة الاستعمارية لم تكن بنفس القدر من النجاح المشروع العروبي المشروع العروبي لإقامة دولة وطنية أو قومية عربية أو حتى سلطة محلية لكنها ناجحة في التنمية وناجحة في صون الحقوق الوطنية التي يحرص عليها الناس فبسبب الفترة الاستعمارية الفضيعة وأن ما تلاها لم يكن أفضل منها على مستوى السلطات ظهرت هذه الأصولية العنيفة ذات الأبعاد الرمزية الكبيرة الأبعاد المعنوية الكبيرة لأنها تعتمد على هذه الإهانة وهذا الاستخفاف الذي نال من الإنسان العربي والإنسان المسلم هل يمكن أن يقيم هؤلاء الدولة؟ لا يستطعون إقامة الدولة لماذا؟ مع أنه ظهر من بينهم طبعا ابتداء من الثامنينات اتجاه رئيسي مينستريم غير عنيف يأخذ أطروحة الدولة التي تطبقها بمن؟ ممثل بمن؟ الأخوان المسلمين بالمجال العربي الجماعة الإسلامية في المجال الهندية تعتقد أن الأخوان المسلمين أطروحاتهم غير عنيفة؟ رغم أنهم أول من بديهم العنف لا يمارسون العنف لكن الأطروحة نفسها بما هي انقلابية ما تزال حاضرة عندهم لا يمارسون العنف على الإطلاق في العشرين ثلاثين سنة الأخيرة بس قبلهم اللي أسسوا للعنف نعم وعملوا التنظيم الخاص وعملوا وكانوا يقولون أنها إجراءات دفاعية وما شابه لا نريد العودة إلى الوراء ما أقوله إن الأطروحة نفسها أطروحة نفسها أطروحة انقلابية جذرية لماذا؟ لأنها تقول أن كل إسلام المسلمين الحاضر ليس إسلاما بمعنى أنه ليس إسلامنا التاريخي هذا ليس مطبقا وأنها تريد أن تطبقه وهذا غير صحيح جميل هذا كلام جميل لكن هناك ما يستشكل على الذهن وهو مفهوم الحاكمية التي تعزز من خلال هذه المجموعات الحديث عن نصوص تتحدث عن أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك المفاسقون ومكافرون هم الظالمون